وعد من لا يملك لمن لا يستحق جملة صارت ملازمة لوعد بيلوفور الاسم الشائع الذي أطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بيلوفور في الثاني من تشرين الثاني من عام 1917 إلى اللورد اليهودي والتوردي روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية يشير فيها إلى أن حكومته ستبدل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وهو ما تحقق بالفعل بعد ثلاثين عاما مرت اليوم مئة عام وعام على ذلك الوعد المشؤوم يومها لم يكن تعداد اليهود في فلسطين يزيد عن خمسة بالمئة من مجموع عدد السكان واليوم يحاول هذا الكيان أن يرسخ من وجوده بعد أن ساعدته قوة عالمية في احتلال أجزاء واسعة من أرض فلسطين وتهجير أهلها الأصليين الذين سكنوها منذ آلاف السنين في جريمة كبرى تمثلت باقتلاع الشعب من أرضه وتوطين قطعان المستوطنين الذين تم جمعهم من بقاعة مختلفة وارتكاب أبشع أنواع الجرائم بحق شعب له وجود وثقافة وتأريخ وتأتي ذكرى وعد بيلفور في ظروف غاية في الخطورة تتمثل في اجتداد الهجمة بهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني وتتجلى هذه الهجمة باعتراف الولايات المتحدة الجائر بالقدس عاصمة للكيان الصيهوني ونقل سفارتها إليها ومحاولة شط بحق العودة الذي يشكل جوهر الصراع مع المشروع الصيهوني باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونوروة بما يدحض كل الأوهام المتعلقة بالسلام المزعوم ويفضح عبثية المفاوضات التي وصلت إلى مراحل خطيرة مع دخول دول عربية على خط التطبيع ومحاولة تمرير ما يسمى بصفقة القرن التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية والتي يعاني شطرها في الضفة من استمرار الاعتقالات والاستيطان بينما يعيش شطرها الآخر في غزة حصارا خانقا وسط تفرج عربي ودولي ترجمة نانسي قنقر